ينضم إلينا من عمان وزير الداخلية العراقية الأسبق السيد فلح النقيب أهلا بك معنا أستاذ فلح في أخبار المملكة نبدأ من إعفاء الكاظمي للسياسي المقرب من طهران فالحة الفياد من منصبية رئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني برأيك على ماذا يدلل هذا الإعفاء؟ لا بالتأكيد هناك دليلين على هذا الموضوع الأول أن الرجل كان مستلم ثلاث مناصب في وقت واحد اللي هو الجهاز الأمن الوطني والمستشار الأمن الوطني إضافة لرئاسة الحجد الشعبي طبعا هذا ميجوز وهو يعني الحقيقة فرص من قبل إيران وهو من الشخصيات اللي قريب جدا من أذرع إيران بالعراق وكان دورة الحقيقة مكان إيجابي بالفترة الماضية الموضوع الآخر بالتأكيد أنه التحيينات الجيدة تدل على نحو السيد العرجي والفريق الأسدي يعني هم شخصيات وطنية عراقية هروبية ممكن تكون بالاتجاه الإيجابي لمصلحة العراق هذا هي الحقيقة النقطتين المهمة إضافة اللي أهم شيء هو يعني إيقاف التدخلات الإيرانية بالشأن العراقي سواء كانت سياسية أو أمنية أو غيرها منها أو اقتصادية أيضا لذلك هذه مهمة الحقيقة بس يعني هناك نقطة أخرى تفضل أن المشكلة الحقيقة أنه يجب أن يكون شراكة بالوضع حقيقة كل الأجهزة الأمنية هي من مكون واحد أو من طائفة وحدة وهذا لا يعني أنه هناك شراكة بالوضع يعني العرب السنة بكل صراحة وضع مستثنائين من أي منصب باستثناء منصب وزير الدفاع اللي هو أصبح منصب شكلي لأنه أكثر الصلاحيات وزير الدفاع أصبحت بيئة رئيس الوزراء فلذلك إحنا المشكلة الحقيقة الآن إذا ردنا يعني مشكلتنا بالحل السياسي الحل السياسي لوضع العراق يجب أن يشمل كل العراقيين يعني يجب أن تكون هناك شراكة في إدارة شؤون البلد سياسيا وأمنيا وبجميع الأجهزة تقليص المناصب الأمنية اليوم في العراق والتي تحديدا نتحدث عن الفياض التي كان يستحوذ عليها هذا التقليص بشكل أو بآخر لقى ترحيب لدى العراقيين خاصة من كانوا محتجين على مسألة تعدد المناصب ومن كان يتهم الفياض أيضا بالوقوف وراء عمليات استهداف طالت ناشطين ومتظاهرين من بداية أكتوبر الأول من أكتوبر الماضي كيف تقرأ اليوم هذا الترحيب وهذا الفرح لربما إذا ما وصف بالفرح يعني أولا السيد الفياض هو شخصية ضعيفة وليست بذلك القوى الحقيقة وقادة الميليشيات اللي موجودين هم حقيقة مسيطرين وهم أصحاب القرية لذلك دورة وبالأساس ها مش دورة ضعيف الآن بالنسبة إلى الفريق الأسدي اللي كان قائد جهاز مكافحة الإرهاب وإلى تاريخ وطني وعسكري ما رح يسمح بالتدخلات والأوضاع اللي صارت سابقة إضافة إلى أنه السيد الأعرج أيضا كان وزير داخلية سابق وهو بالأساس كان من منظمة بدر ولكن انشق عنهم وطلع خارج إطارهم لأنه رفض الخضوع إلى إيران فهم مؤشر جيد لمصلحة الشعب العراقي لكن لحد الآن الوضع بشكل عام مبهم حقيقة يعني وضع العراقي السياسي طبعا هو لجب أن يكون الحل السياسي حل يرضي جميع ابناء الشعب العراقي حتى تقدر أي حكومة تكون موجودة تكون مدأومة الشعبية نقص بشرحيتها من الشعب العراق وتأييد إليها طيب كيف تقرأ اليوم تحركات الكاظمي بشأن المناصب وتوزيع المهام لربما على المسؤولين العراقيين هل برأيك اليوم الكاظمي يسعى للقيام لربما بحملة منسقة إذا ما وصفت بالمنسقة تهدف لأن تحد من نفوذ إيران وفي داخل مؤسسات الدولة العراقية قبل إذا ما تحدثنا عن زيارة المرتقبة للولايات المتحدة التي ستكون في وقت لاحق من هذا الشهر الصراع موجود الصراع ما بين الكاظمي قبل تعيينه حتى هم كانوا رافضين ولكن بسبب التظاهرات وبسبب الوضاعي السياسية بالعراق يعني هم قبلوا سيد الكاظمي على مضض الآن الصراع موجود أما هو يأخذ المبادرة ويبدأ حقيقة بتحجيم هذه العصابات في العراق وهذه الميليشيات التابعة لإيران اللي خربت الوبع العراقي كله أمنيا وسياسيا واقتصاديا أو راح يعني يعني ينتصر الجانب الآخر لا سامح الله وبالتالي يدخل العراق في مدهات كبيرة جدا الآن هو أما أما يبادر بتقليص وتحجيم هذه القوة أو الحقيقة البلد صار نحو الأسوأ يعني وزير الداخلية العراقية الأسبق سيد فلح النقيب شكرا لوجودك معنا ترجمة نانسي قنقر